وحدة الناس كلها تفرج عليه ومنتخب مصر منتخب تتكلم على منتخب مش عادي دائما من المرشعين فوز مطولة وبعدين ده سيد أفرخة زي بيقوله ففعش بقى ده شكلك ممكن تلعب بس لا تكسبش عادي ممكن عادي جدا وهتلاقي الكلام لا ممكن تبقى وحش وتطلع تقول ان انا وحش يا جماعة لكن انت كل حاجات كلها بس هو فيه برضو لو هنبتدي بقى نتكلم على المنتخب فيه حد أدنى للوحاشة يعني ممكن بقاش يومك يعني يبقى فيه خلل في بعض الحاجات انما بتقاش موجود خالص يعني انت بتتكلم على شغط أولاني انت قاعد حزين انت قاعد بتتفرج على منتخب مصر بالأسماء اللي موجودة حاليا في منتخب مصر من المحليين والمحترفين وانا بقول المحليين والمحترفين بدأت بالمحليين كمان لعبة كويسة جدا تبقى انت مش قادر ان انت توصل الكرة لغاية بعد نص ملعبك انت كل بتعمله عامل استحواز بين المساكين والبكات وأول ما بتفكر لما يتضغط عليك تلعب واحدة يا طويلة يا واحد في نص الملعب مقطوعة منه وراجع عليك انت كل الشغط الأولاني كده ما عندكش شكل عام للفرقة ما عندكش أي شيء يعني ما عندكش أي حاجة بتعملها تحس ان ما فيش جمل سواء ناحة اليمين أو ناحة الشمال ما فيش أدوار حتى ما فيش أدوار حتى للنص الملعب اللي هو نص الملعب ده اللي هو أساس أي فريق في الدنيا تبتلعب التلاتة بلعبوا زي بعض صح مفترض في الطريقة اللي انت بتلعب بيها دي ان في حد من الناس الديفندرات وعلاق طبعا يعني أقدر مني في الكلام في الموضوع ده انه يبقى لازم عنده نواحة هجومية بيكمل مفيش بلاي ميكر في الفرقة عشان تقدر تسند عليه تقدر لو تزنقت تاخد فاول تسند عليه تطلع إنما لا برس يا محمد هاي البداية أي مدير فني في المنتخب أول حاجة مطلوب منه إيه بيحط الفريق لو شايفه تشكيل مناسب للفرقة دي في المكان اللي بيلعب في كل اللعي انت بدايتك غلط بدايتك غلط من لعب العيبة كلها مش في الأماكنها يعني نفسها فهم انت ازاي تبدأ بمحمود تريزيجي في مبرزة كده بقاله سبعة تامن شنو ما بيلعبش وبدايت في فين فين مش في مكانه مش في مكانه يعني من إمتى من إمتى تريزيجي بيبقى التالي بتاع نص الملعب انت بتلعب بحمد فتحي وبتلعب بالنيني وتريزيجي ومستوى محمد محمد صلاح وعمر مرموش كويس توزعتهم كانت ازاي يعني بتلاقي محمد صلاح رقم تسعة بص الحربة بتاعك دي عمراء ما حصل نسمى ما بيلعباش محمد صلاح محمد صلاح طبعا مش بغض النظر ولا حاجة ولكن في الاخر كانوا وحشين برضو انت بتزود السوق بعدم تزويت المراكز هم ما سيئين لان انا انا بلعبش المكان يعني ليه محمد صلاح يدعي من إحل الشمال انت بتهزر محمد صلاح وراح شمال على فكرة ويسوي محمد صلاح كراس حرب وراح متسعة ومش ما بيلعبش فانت متخيل كل لعيب ما بيلعبش مكانه طب هيا دي ازاي يا إسلام لا دا انا عايزة اقول لك حاجة إسلام كمان لو هنرجع على الترزيجية انا يمكن كنت موجود في القناة من قبلها بيومين وبيقولوا لي الترزيجية قلت لهم يا جماعة ما عفقتش أبدا ان الراجل دي نزله من دات الماء ممكن يبقى كارت على الدكة يقوّد دكة شوية لو في حاجة انما تبدأ به وهل انت كنت يمديله مهام ان الراجل لسه مش فت وبينزل لغاية المساكين نص ملعبك ياخدوا كورة ويمشي بالعرض ويعمل مجهود الكبير دا يعني كمان تقول لي يومين كمان دي ميل المهام حاجة تانية انت كتريت لابك ايه انا معرفش طيب الحياة من اسوأ المباراة اللي الواحد شافها بجد يا إسلام ما بص يا إسلام انت بارح بتحاول تدور على حاجة صح وتتكلم عنها ما فيش من بداية المباراة لنهايتها حتى انا بختلف مع نروسة الناس ويقول لك احنا في الاخر احنا في الاخر ولا كويسين ولا حاجة لا لا احسن ما كنا في البداية في البداية يعني انت باري يا إسلام خمسة واربعين وستة واربعين ديئة في الشوط الأول انت ما تزديدش ما فيش تزديد على على حرس المرمى اتوا شفتوش عزاسة يعني عشان بس نطلع بحاجة كويسة الحاجة الحقيقية اللي كانت في المباراة دي حامر الشناوي صحيح غير كده ما فيش حد حقيقي كله ايه ده يعني اسوك اللعيبة وحشة واداء وحش تشكيل وحش بداية ازود عليك حاجة كمان يعني هل يعقل ان فرقة تبقى متفوقة عليك في الالتحامات وفي السرعات وفي القوة واستخلاص الكرة التانية وكل الكلام ده يعني متفوقة عليك في كل حاجة يعني انت ما عملتش حاجة ولا تغيير يا محمد حتى في ادايك بين الشطين طبعا خالص يعني حتى لشوية لو انت كنت كوي لو كنت كويس فيه وهم عشان هديوا شوية طبعا لكن انت انت مش كويس يعني تخيل مسلا بيطلع مدارب بتاع المنتخب نيجيري قالك يا جماعة احنا عارفين ان المنتخب المصري بلعب على محمد صلاح تخيل انت انت مختاز الفريق كله ده في لعيب واحد على محمد صلاح محمد صلاح ده هيعمل ايه يعني اخذ كرة مش الناوية يعني اوصل بيها جول انت عارف انا بشبهها بيا علاء ان انت تروحت حتة معينة ونصلوا عليك وضربوك فالضرب جالك من كل حتة ومش عارف تروح فين عايز تروح هنا وعايز تروح هنا يعني اللعيبة فعلا يعني اول مرة ابقى حاسس بالحزن فعلا وانا اتفرغ علي بيتمصر مفيش حيلة خالص يا علاء يعني عارف ازاي انت بتمشي الكرة بين المساك ما تعملش حاجة انني مع احترامي الكامل كل كرة انا اخذها واروح لعبها للجنبي واروح اخذها من المساك ده واروح مديها المساك التاني طب انت هو ده در ومالحمد فاتح طب انت بتلعب ليه لو انت عارف امكانات لعبتك طب انت بتلعب ليه هو انا مقدر شنزل اعمل الكلام ده اشتركوا في القناة